بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل و السلم و بارك على سيدنا محمد علي افضل الصلاة و اتم التسليم حبيب فتافيت سكر بحبكم جدا جدا النهاردة فيديو حلوة قوي عملت فتة تعالوا نشوفوا كل مراحل الفتة من اولها لاخرها والدقة والسلق اللحمة والصالصة و كل الحاجات الحلوة اللي احنا بنحبها فوق الفتة خليكم معنا طبعا احلى حاجة الفتة وهي سخنة جميلة جميلة والطحفة طبعا الريحة جايب اخر الشقة يلا معنا نشوف عملنا ايه دي دقة الخل والطوم انا اول حاجة طلعت كيس اللحمة و حبت صلصة من الفريزر طبعا كان عندي مواعين كتير في الحود و على الرخامة طبعا خلصت المواعين دي الاول بسم الله والحمد لله و صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله اللهم اني اعلم اني عصيك ولكني احب من يطيعك فاجعل اللهم حبي لمن اطاعك شفاعة تقبل لمن عصرك اللهم ان بعض خلقك خضرهم حلمك واستغطأوا اخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من اهل الهيمان فاسألك ان لا تمي لهم حتى لا يكونوا بسوة لكفر غيرهم اللهم اني احمدك على كل قرائك وجميع قدرك حمد الروا بحكمك لليقين بحكمتك و صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد اللهم انتشاء قمتها الطماطم و حصرتهم قمتها على السلسل قمتها و حلتها قمتها حتة لليا لحلتها حتى يستطيع نزلت بالرز خطأ ننزله بكل الرز نضيف الملح على الرز نضيف الملح نضيف الملح و فلفل صموة يضيف الملح نضيف الملح نضيف الملح لأن الحل الهيئ على فكرة العش ده انا بحمره من غير ولا زيت ولا سمنة ولا حاجة. هنا الصرصة هتعملت. هنا الرز ده اقلب فيه. رجعت بقى للحلة اللي حط فيها اللحمة دي وراء اللوري. آآ بصلايا. آآ حتتين طماطم كري يعني طماطم يعني طماطمية وعسامتها نصين. اللحمة بتاعتي طبعا انا شطفاها ومصفيها من بدري. آآ نزلت على التوابل بتاعتي. آآ مش التوابل هو ورق اللوري والطماطم والبصلة نزلت على اللحمة كده على طول بيه. آآ حاسبها طبعا تشوح شوية وتاخد لون وقلبها شمال ويمين. فس كده حطيت اللحمة بتاعتي حغطي عليها علشان تستوي مش عشان تستوي هي تاخد لون كده وقلبها تاني. هنا بقى نزلت بالمية الصخنة مغلية طبعا على على الرز بتاعي. بالمقدار المية فوق الرز يا دوبة كده بحاجة بسيطة صمت. هنا الرز وغطيت عليه وتشرب وهدت عليه النار. بصوا جمال ومفلفل ازاي طبعا رحته طفا. رحت بقى على حلة صغيرة كده علشان اعمل دقة الخل بالتوم برضو استخدمت فيها الليا خدت حتة ليا وقطعتها حتة الصغيرة. وبعد كده نزلت عليها بحتة التوم المقطعة الزغنونة دي. بعد تقلب فيها طبعا الليا هي ساحة مع التوم. التوم تحمر تحميرة خفيفة كده زي ده بكده. بصوا الجمال طبعا رحته طحفا حطيت عليه ربع كوباية خل. زي ما انتو شايفين كده. حطيت ملح برضو وفلفل اصمر. طبعا اي توابل انت بتحبي تحطيها في الدقة بتحطيها. بس انا حطيت ملح وفلفل اصمر بس. عادي على الخل. بس انا بقى ايه سبته يهدى شوية وطفيت عليه. لحد ما ضفت مية سخنة مغلية على اللحمة زي ما انتو شايفين كده. بعد ما اخدت لون من الجناب بقى وبقيت وتاخده تدي كده مع اللون بتاحها الجميل ده نازلت عليها بالمية المغلية والمالح والفلفل الاصمر. طبعا لو عايزة تحطي مكعب مرقة ممكن بس طبعا اللحمة الوحدها شربتها كفاية بتبقى بحتها حلوة وتوابلها موجودة فيها. انا خدت حفت بقى مغرفتين من اللي هي الشربة بعد ما غليت باللحمة وحطتهم على دقة الخل والطوم. وسبتها برضو دقة الخل والطوم تغلي ديقتين وبعد كده طفيت. هنا بقى خلاص الحمد لله كل حاجة اتعملت. رصة العش بتاعي في الطبق والرز. خدت برضو من الشربة بقى خلاص. خلاص خدت منها الصلصة اللي تعملت وتسبكت بملح وفلفل وكل حاجة. ودي كطاع اللحمة بتاعتنا بعد ما تسلقت. السنة الاول قبل السليق بيعتبر بحمرها. بتاخد صدمة كده في الحلة. وبعد كده بنزل عليها بالمية المغلية والطريقة دي بتبقى احسن طريقة وبتطلع لك الشربة مركزة جدا جدا. بتبقى راحتها تحفى. هنا كنت بوريكو دقة الخل والطوم بتاعتي وبالهنا والشيف.